جوزت الإصابة بفيروس كورونا المليون حالة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي وقد سجل نصفها في البرازيل واستمر الجدل بشأن رفع إجراءات الحظر الصحي بعد تحول القارة إلى بؤرة للوباء بينما يتواصل رفع القيود في أوروبا تماشيا مع تراجع معدلات الإصابة وباء كورونا يتحول إلى أزمة سياسية في البرازيل تنعكس مظاهرات ومظاهرات مضادة في الشارع أنصار الرئيس يريدون إعادة فتح البلاد والمعارضة تريد عزل الرئيس الذي يواجه تحقيقا بشأن إساءة استخدام السلطة وبين هذا وذاك يتفشى الوباء لتحمل البرازيل نصف مليون إصابة هم نصف عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي التي انتقلت إليها بؤرة الوباء عالميا بينما تعود مظاهر الحياة إلى أوروبا في ظل تراجع العدوى إيطاليا التي كانت حتى الأمس القريب الأشد تضررا تعاود فتح المقاصد السياحية علها تنقذ ما تبقى من موسم الصيف وجارتها فرنسا أنهت شهرين من الإغلاق من عكس إقبالا لافتا للناس على التنزه في الحدائق العامة جنوبا إلى إسبانيا وصلت في تجاوز الأزمة حد السماح لأندية كرة القدم بالعودة إلى التدريب الجماعي تمهيدا لاستئناف المنافسات نهاية الأسبوع المملكة المتحدة تضبط عقارب ساعتها اليوم على موعد إجراءات رفع الإغلاق العام في مرحلته الثانية إلا أن الجدل يتجدد في بريطانيا حول صحة قرار الحكومة البدء برفع الحظر وتواجه انتقادات باعتباره قرارا متسرعا حتى من داخل فريق المستشارين الحكوميين إذ لا تزال إنجلترا وحدها تسجل نحو ثمانية آلاف إصابة جديدة يوميا موسيقى